تسأل تقول أنا فيه علاج جاءني من الخارج اكتشفت أن فيه الجلاتين الخنازير ما حكم ذلك أخت الفاضلة بالنسبة للخنزير محرم شحمه ولحمه وجلاتينه وعظمه وشعره وإن كان بعض العلماء يستثني الشعر لكن عموما بالنسبة للجلاتين المستخرج من الخنازير لا يجوز استعماله إلا في مسالك ضيقة إذا كان الجلاتين دقيق قليل جدا واستهلك في هذه المادة الكثيرة بحيث لا يؤثر فيها يذهب بعض العلماء إلى جواز استعماله إذا احتاج الإنسان لكن عموما بالنسبة للفاضلة ترك هذا لا شك أن فيه براءة للدين وفيه ورع وفيه تقوى لله عز وجل خاصة من الله الحمد أن الأدوية كثيرة وهناك المشتقات التي توضع في الأدوية من بقية الأشياء المباحة كثيرة ولله الحمد والمن ترجمة نانسي قنقر